علامات الوقف في المصحف طبعا في عندنا هذه العلامة التي ترونها علامة مين الميم يسموه الوقف اللازم طبعا ليس لزوما شرعيا وإنما لزوم ايه اصطلاحي ميم علامة الوقف اللازم وليس اللزوم هنا لزوما شرعيا بمعنى يأثم تاركه وإنما هو ايه لزوم اصطلاحي حتى يفصل القارئ بين معنيين فمثلا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون يقف القارئ ثم يبتدئ والموتى يبعثهم الله ولو وصل لأوهم أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن من كمان وهو غير صحيح انتبهنا إذن كل ما شفنا أخوان ميم هذه ميم ليس لها تكمل إلى الأسفل الميم اللي إلها تكمل إلى الأسفل هذه علامة القلب علامة القلب في أحكام النون الساكنة والتنوية أما الميم التي هكذا لها مطة وليس لها جزء سفلي هذه من علامات الوقف كما رأينا وهذه غالبا مغاربا لما تراها اعلم بأن هناك معنى فاسدا لو لو وصلنا لا هذه أيضا نجدها في بعض المصاحف حتى مصحف المجمع كانت موجودة به ثم رأت اللجنة من جديد يعني من كم سنة فحذفوها والله كانت مفيدة المهم لا علامة الوقف الممنوع ليه لعدم تمام المعنى كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أي شبه ماله ما جاء الجواب انتبهنا لأنه الذي مبتدأ وين خبره ما جاء أولئك هم المتقون هذه الجملة مالها في محل رفع خبر للمبتدأ فلا يصح الوقف على وصدق به لأن والذي مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون ولا يصح فصله الخبر عن المبتدأ جيم هادي سموه علامة إيش جواز الوقف مستوي الطرفين مستوي الطرفين شو معنات مستوي الطرفين إن وصلت وصير بدك توقف ووقف يعني كله مثل بعض تبهنا لكن أيام بيكون الوقف أولى أيام بيكون الوصل أولى أما جيم يعني إن فعلت هكذا لها وجه وإن فعلت هكذا لها وجه علامة جواز الوقف وجواز الوصل كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جل جلاله يصحه جعل جملة وهو العزيز الغفور حالية تبهنا يعني خلق الموت والحياة حالة كونه هو العزيز الغفور فإن جعلت الواو حالية والجملة اللي بعدها في محل نصب حال لا يصح الفصل بينهم وإن جعلت الواو عاطفة وهو العزيز مبتدأ خبر والغفور خبر بعد خبر تبهنا جملة مستقلة ويصحه جعلها مستأنفة فيجوز الوقف على ما قبلها والبدء بها قلا قلا هذه كلمة منحوتة كلمة إيش منحوتة من يجوز الوصل والوقف أولى يجوز الوصل والوقف أولى فبالخط باختصرها شو بيقوله قلا علامة جواز الوصل مع كون الوقف أولى كقوله تعالى فإن قاتلوكم فاختلوهم كذلك جزاء الكافرين يصح وصل فاختلوهم بما بعده الارتباط المعنيين ولكن الوقف عليه أولى للفصل بين الحكم وتعليله صلة أيضا مثل قلة يجوز الوقف والوصل أولى علامة جواز الوقف مع كون الوصل أولى كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر يصح جعل جملة فارجع البصر مستأنفة وبالتالي يبتدأ بها إلا أن التحدي في قوله فارجع البصر راجع إلى خلق الرحمن في الجملة قبلها مما يجعل الوصل أولى ليه؟ لشدة الاتصال بين المعنيين علامة الوقف المتعانق طبعا نحن قلنا أخواني بأن الوقف مبني على الإعراب ليس كذلك فإن كان الإعراب سليما بطريقة وسليم بطريقة أخرى فلك أن تراعي الإعراب الأول ولك أن تراعي الإعراب الثاني لكن ما تراعيهما معا في آن واحد يعني المثال المعروف مثلا في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك ثم تقول فيه هدى للمتقين فتجعل فيه مرتبطة بمين؟ يعني بهدى فيه هدى للمتقين هدى في القرآن للمتقين تبهنا كيف؟ ولك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك في القرآن أو ذا شك في الكتاب ثم تقول هدى للمتقين على أنها خبر لمبتدى محذوب تقديره هو هدى للمتقين فبحسب الإعراب تتعامل مع الجملة لكن ما بصحة أن تطبق الأمرين معا يعني ما بصير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا ما بصير تبهنا فهذا شو بيسموه؟ الوقف المتعانق أو بيسموه وقف المراقبة وقف إيه؟ يعني بمعنى عم يراخب الكلمتين إذا بده يوقفهم ما بيوقف هنا وإذا بده يوقف هنا ما بيوقف هنا طب علامته ثلاث نقاط قبل الكلمة وثلاث نقاط بعدها علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف على الآخر كقوله تعالى الذي ذكرناه الآن قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو الاضطراري كان حفص يراعي رسم المصحف في الوقف على ما كتب مقطوعا أو موصولا في الكلمات القرآنية إلى كذا كذا يعني موضوع الموصول والمقطوع إلى آخر هذا معروف لديكم أبدا تصوره كافي نكتفي بهذا القدر من الوقف وأحب أن أنبه نفسي وأخواني إلى